اشهدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بتجاوب الحكومة الموقرة مع المطالب النيابية في اطار التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية الرامية الى تاجيل مدفوعات القروض للمواطنين اثر التعميم الصادري من مصرف البحرين المركزي بهدف تخفيف انعكاسات جائحة كورونا كوفيد 19 على المواطنين والاقتصاد الوطنية معربة معاليها عن بالغ الشكر وعظيم التقدير للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله في الحرص المستمر على مراعاة مصلحة المواطنين واطلاق الحزمة المالية والاقتصادية مشيدة معاليها بما يليه فريق البحرين للتصدي لفيروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله من اهتمام كبير وجهود مخلصة ومتابعة حثيثة في مختلف المجالات والقطاعات من عجل المواطن البحريني ولضمان صحة وسلامة الجميع مؤكدة معاليها ان استجابة المصارف بتأجيل مدفوعات القروض لعملائها حتى نهاية العام الجاري وبما لا يؤثر على سيولة المصارف وملائمتها المالية تجاوب وطني كريم يعزز من الدور والمسؤولية المجتمعية الحضارية والتي تشكر عليه المصارف وموضحة معاليها ان هذا القرار بجانب قرار الحكومة الموقرة بشأن التكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الاول ولمدة ثلاثة اشهر ابتداء من اكتوبر 2020 وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك والتي تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين السلطتين بما فيه مصلحة الوطن والمواطنين